بسم الله الرحمن الرحيم في الساعة الأخيرة كان هناك حدث غريب جداً من نوعه موجود والأغرب هو معالجة الأخبار لهذا الحدث الحدث الذي حدث هناك حدثة حدثة عربية حصلت في مدينة مدينتي في القائرة الجديدة هذا الحدث أصفر عن وفاة سيدلانية وإصابة آخرين لما بدأ الحدث لأنها وقلات الأنباء بتتدقلوا بعض مواقع التواصل للاجتماع بهذا الشكل النضابط مصري هو اللي بيادها سجارته السيدلانية والسبب كان لعب الأطفال وكلام ده حصل فين؟ في مدينتي طبعاً طوالت أخبار النشر عن هذا الحدث لنعرف ما هي تفاصيل الخبر فوجدنا أن هناك مصدر أمني كشف تفاصيل أن مصرع السيدلانية توفاها الله وإصابة زوجها وأطفالها الثلاثة بالقاهرة الجديدة بمدينتي نتيجة لتصادم سيارة ملاكة بالعائلة المكونة من الأب والأم والطفلين على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين تصادم السيارة بعائلة مكونة من الأب والأم وأطفالهم وأصفر عن مصرع الأم في الحال وتدع بسمة عليها حسنين تعمل سيدلية بمستشفى بسيوني المركزي وتوفيت بنزيف في المخ وهذا التصادم أتجع عنه كمان إصابة الأب وإدعى حمدان زكي طبيب بيطري وإصابة أطفالها ياسين حمدان زكي 11 سنة بكدمة أسفل العين والطفلة نور حمدان بجرح قطعي في القفام وعمره 10 سنوات والصغير أحمد حمدان 7 سنوات بكسر بالقدم اليسر وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقع وده من جانب رواية الخبر كما ورد فيه الصحف المصرية وتدولات الصحف المصرية بدورها وزارة الداخلية نفت تماما تورط أي ضابط شرطة في حادث مدينتي وصدر بيان رسمي عاجل من وزارة الداخلية بشأن الحادث نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية صح حتما تداوله ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أن مرتكب الحادث التصادم بأحد التجمعات بمدينتي أصفر عن وفاة أحد السيدات السادلانية وأصابت آخرين هو ضابط شرطة وأكد المصدر أن ما تم تداوله على أحد الحسابات بشأن اتهام ضابط شرطة عار من الصحة هذا هو الخبر كما ورد في وكالات الأخبار وصفحات التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر